مساء الحب والسعادة على كل مشاهدي يلا شو احساس السعادة مهم جدا علشان يقدر كل انسان يستمر في حياته ممكن تكون السعادة في الشهرة في المال في طفل بيدحك ينسيك هموم الدنيا كلها علامات كتيرة محدش يقدر يحددها غيرك انت ممكن تكون سعادتنا في شكلنا وازاي نتقبله ولو فيه مشكلة نعليجها والعلاق ده نوع من التغيير اللي بيحقق لنا سعادة واللي هيقول لنا على مفاتيحه دكتور التجميل الشهير واقل غانم دي في شرف حلقة النهاردة هل النجاح والشهرة بيقصروا في حياتنا وسعادتنا ده سؤال مهم لازم نسأله الناس عايشين جوه النجاح جوه الشهرة ناس كتيرة عندها نجومية عايزين نعرف ايه اللي هيجاوبنا على ده الممثلة الجميلة اسم جلال والمحامية والصحفية دينا المقدم بتجاربها مع قصص حقيقية من الواقع لما بنجون لحضرين فستان وعندنا مناسبة بنلاقي شكل جسمنا احيانا بيتغير كل حتة بتروح في مكان تاني غير الحتة بتاعتها يا سيطر يا رب تحس على طول ان النفسية في انهيار اسألوني انا اوقات بمر بالحاجات دي زيكم بالظبط والمشكلة بتزيد لكن الواحد لما سمع على تقنية الفيزر والثورة الكبيرة اللي عاملها التقنية دي في ناحة القوام وتنصيقه قلت خلاص الحل موجود اتبصوا يا بنات ويا ستات ويا رجالة كمان ضيفي النهاردة هيحللنا المشكلة دي بأسرع وقت ممكن ويرجع شكل جسمنا اللي تعودنا عليه وحبناه ويمكن احلى من الاول كمان ضيفنا النهاردة هو وضيف شرف الحلقة الاستاذ الدكتور واقل غانم استشاري جراحة التجميل واصلاح العيوب الخلقية الاستاذ المساعد بكلية الطب جمعة عين الشمس ماجستير الجراحة والتجميل اول دكتور في جراحة الاطفال في مصر والوطن العربي عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل والاصلاح عضو الجمعية المصرية لجراحة الاطفال خلوني ارحب الدكتور واقل شرفتنا يا دكتور اتفضل جينا ازايك اهلا اهلا يا دكتور واقل اهلا بيك اهلا اتفضل شرفتنا في الله شو متشكر قوي بسي ربنا خليك اتفضل ازايك الحمد لله تمام انت ازايك حمد لله تمام بخير اخيرا معنا في الله شو الحمد لله احنا صعدة ببقودة ده شرف ليا طبعا ده شرف ليا قيمة وقامة كبيرة زيك معنا هنا ده شك بيسعدنا وبيشرف ربنا خليك ده شرف ليا ربنا خليك اهلا بيك سمحتني وانا بتكلم على السعادة طبعا طبعا انت انا بشوف كده ان انت كتير وبشوفك مع العملة بتوعك فعلا صانع للسعادة الحمد لله اه سمعت بقى اما قلت فجأة كده نلاقي حتة هنا وحتة هنا وكل حتة راحت في حتة تانية كلين يا دكتور على تقنية الفيزر والتقدم الرهيب والتطور السريع جدا اللي حصل فيها اه طبعا هو الفيزر الحقيقة هو ده فعلا نقلة وطفرة كبيرة في مجال تنسيق القوام واحنا النهاردة بنتكلم على السعادة فيعني اكتر حاجة بتساعدنا ان جسمنا يبقى متناسق واكتر حاجة بتدايقنا ان يكون فيه دفوء او يكون فيه مشكلة في تناسق جسمنا الحقيقة الفيزر غير مفهوم الشفط او نحت الجسم لان احنا كنا زمان المفهوم التقليدي ليه شفط الدهون ان احنا بنشير دهون زي ده وخلاص من منطقة اللي فيها المشكلة بل بالعكس يمكن كان فيه ناس كمان بتفتكر ان شفط الدهون ده طريقة من طرق التخصيص مع ان هو ملوش علاقة بالتخصيص صحيح احنا بنفقد وزن بنزول الدهون او خروج الدهون برا الجسم ولكن هو مش طريقة للتخصيص هو طريقة لتنسيق القوام حتى من اللفظ نحت القوام بالزبط شكل نفسه فني كده سوي بالزبط بالزبط كده فلما جيه بقى الفيزر كي صورة معنا كده يا دكتور على الشاشة يعني مثلا يعني مثلا هنا بنتكلم على شاب عنده مشكلة في البطن مشكلة الكرش وهو رياضي فمش قادر يحصل على الشيب النهائي فهنا جيه مفهوم النحت كان زمان الشفط فكرته ان احنا اه بندخل ونحاول نشفط اكبر كمان بدونه خلاص جيه مفهوم النحت بالفيزر اللي هنتكلم عنه دلوقتي ان احنا نقدر ان احنا ننحت اماكن العضلات خاصة في الناس الرياضيين عشان نطلع به الشكل الرياضي او الشكل النهائي اللي باين فيه تقسيمات العضلات طيب ايه الفيزر الفيزر ده جهاز هو بيعتمد على الموجات الصوتية يعني بتخرج موجات صوتية من الجهاز وتدوب الدهون من خلال فتحة صغيرة جدا بندخل في اي منطقة احنا عايزينها ونكسر الدهون وندوبها عشان نقدر بسهولة جدا انه خرجها بره الجسم اسهل كتير من الاول من الاول الاول كان موضوع شفت على عادي كان بيعتمد على المجهود اليدوي للدكتور فالدكتور هو يعود يكسر بايده الدهون لكن دلوقتي طبعا فيه تقنية الفيزر قدرنا بسهولة جدا نفتت الدهون باستخدام الجهاز الفيزر احنا شايفين احنا شايفين ده جهاز الفيزر اللي ورايا ده جهاز الفيزر اللي هو الازرق طويل ده يمكن ده لازم نبقى عارفينه لان انا الحقيقة كتير قوي من الحالات لما بسألهم انتو عارفين شكل الجهاز لا دكتور بصراحة لا فانا احنا دايما بنقصد احنا دايما نجيب شكل الجهاز عشان نبقى عارفينه لان ساعات فيه ناس بتعمل عمليات فيزر ومش عارفين الشكل الجهاز فبيقولك انا ما شفتوش انا واثق ان الدكتور عنده خلاص الحاجة التانية ساعات في بعض المراكز فيه قطعة بس من الجهاز تبقى موجودة وده مش هو ده الفيزر ده قطعة منه فلازم اللي بيشتغل بالفيزر يبقى الجهاز كامل لان هو الجهاز بس مش موجات صوتية الجهاز بيعتمد ان هو بيحقن سوائل قبل ما بنشتغل به الفيزر سوائل دي بتسهل جدا تكسير الدهون وبعد كده القطعة اللي هي بتبقى ساعات موجودة بس اللي هي بيتخرج الموجات الصوتية وبعد كده الشفط لان الشفط ده بيعتمد ان هو بنخرج الدهون الدابت وساحة دي برى الجسم يعني ضروري جدا ان يكون الجهاز بالكامل موجود عشان تطلع العملية مظبوطة وسليم ده ضروري كذا حاجة ضروري الجهاز اللي احنا شايفينه اللي وراء ده 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 الفيزر وضروري كمان المهارة بتاعت الجراح لان هو الجهاز مش بشتغل لوحده يعني لو حد ما عندهش مهارة وخبرة برضو هيوسيق استخدام هذا الجهاز يعني برضو مش هيوصل بنتائج كويسة يعني في النهاية زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو طبعا انا داخل غرفة عمليات احنا هنا باخدين تخدير كلي الحلة دي عنده طبعا دهون فيه السدر والبطن والأجناب احنا طبعا بنبدأ حتى ده بقى منتشر عند الرجالة كمان دلوقتي كتير كتير اه اه بيسبب حرك جامد اوي خصوصا في منطقة السدي بالزبط هو دايما التجميل مش مرتبط دايما بالسيدات بس يعني ممكن كتير اوي من الناس بتفتكر ان التجميل ده بس اكتر المريدين ليه هو البنات والسيدات لا طبعا عند الوقت الشباب والرجال بيعملوا كتير اوي عمليات تجميل لان ده مش رفاهية ده حاجة ضرورية جدا جدا زي ما احنا بنقول ده يعني حاجة بتأثر على سعادتنا ما بنقدرش ما بقتش رفاهيات طبعا ده دايما اقوله للناس لو حاجة دايئكي ما تستنيش هي مش رفاهية بالزبط هي بقت ضرورة انا هنا بشرح الجهاز وبقول طبعا احنا باين اوي ان هو الجزء الفوق ده اللي فيه رقم ده اللي هو جزء اللي هو بيقيس كمية السواي اللي احنا هنحقنها الجزء اللي هو الفاضي اللي هو فيه الكنتينرز او البرتمانات دي دي اللي احنا هنشفط بعد كده ده فيها الدهون الاجزاء اللي تحت اللي هي برضو باين فيها كأنها عاملة زي الفيديو دي هي هو ده بقى الهيد اللي بيطلع الموجات الصوتية اللي بنقدر به نفتة الدهون من اي منطقة في الجسم يعني من اول اللغد والفك وبعد كده الرقبة وبعد كده السدر البطن الجناية بالضهر كل منطقة في الجسم ممكن نتعامل معها بالفيزر زي ما احنا قلنا وجود الجهاز مهم مهارة الجراح مهم وكمان بقى الادوات اللي حم نستخدمها يعني احنا دلوقتي مش معقولة هندخل بالابرة او التيوب في المنطقة زي الرقبة زي البطن انت سبقتني لسه كنت هاسألك يعني ده ليل مش محتاج القوي زي البطن صح؟ اه طبعا فبالتالي فيه تولز فيه حاجات ادوات لازم تبقى موجودة الادوات دي برضو تيجي مع الجهاز للاسف برضو فيه ناس بطريقة ما بتاخد قطعة من الجهاز ده بتأجرها او بتشتريها او واتفر وبعد كده بيقول هو ده الفيزر هو كده خد 20% من نتيجة الفيزر لان زي ما قلنا الجهاز فيه حقن سوائل فيه تكسير للدهون فيه شفط للدهون فيه جراح لازم يكون متمرس وعنده خبرة وفيه ادوات انا لما اجيب بس الجزء بتاع الموجودة الصوتية يبقى انا فيه اربع حاجات تانين ما عملتهمش صح فالفكرة هو مش بس نجيب قطعة ونبص عليها ونوريها ونقول هي ده هو ده الجهاز زي ما احنا شايفين احنا طبعا دلوقتي في المرحلة اللي احنا نشفط فيه اه يعني احنا دلوقتي اعملنا طبعا ايه التكسير بتاع الفيزر تمام ودلوقتي طبعا ايه بنشفط الدهون اللي اتكسرت عشان هنشوف دلوقتي هو هي بتطلع وهي متكسرة في الكنتينر او البرطبان بتاع الجهاز الحقيقة نسعيدة بالفيديو ده لان بيجينا اسئلة كتير قوي ايه هو الفيزر احنا مش فهمين اللي لبص نفسه شوفي هنا الدهون بصي الدهون طلع صافية جدا متكسرة عن الطريقة العادية اللي احنا كنا نصف بيها كان بيبقى فيها دم كان بيبقى فيها دم كتير وكان الكتل الدهنية كمان مش منتظمة هنا لما بتكسر الدهون بتقدر تضماني التساوي ان ما يبقاش بقى في حتة عالية وحتة واطية يمين غير شمال الكلام ده كله فالتكسير ده نفسه مهم قوي يعني هو التكسير ده مش تسهيل للجراح لا ده كمان بيفرق في النتيجة بنفقد اكبر كمية من الدهون وفي نفس الوقت بنضمن التساوي في كل الاماكن ونقدر ان احنا نحدد مناطق صعبة جدا زي السكس باكس الوسط منطقة تلفخد الكنتور نفسه بيزبط من استخدام الفيزر لان كمان ناس كتير تقولك احنا بعد ما عملنا عملية الشفط الجسم بقاش متناسق وبقى فيه تعريجات وبقى فيه التقنية دي ضيعت المشكلة دي ضيعت المشكلة وفي نفس الوقت في حالة زي كده هو من البداية ما عندهش ترهولات فالفيزر هو مليان برضو قوي مليان طبعا لكن الفيزر نفسه بيشد الجلد يعني بيحفز الكلج انه هو يتكون فبيمنع ان يحصل له تراهل طب هل كل الناس الحقيقة لا انه هو فيه درجات بتشد فيها الجلد وفيه درجات طبعا ما بينفعش فيها الفيزر يعني احنا دبعا بيقولها سامبلي اقل من 50% هنا طبعا بين زي ما انت شفتي هو طبعا ده الدهون مع السوايل اللي طلع كل اللي أصفر ده بقى هو الدهون الدهون اه بالزبط وعلى فكرة هو ده يعني يعتبر الطبقة النقية من الدهون اللي خرجت وزي ما احنا شايفين حتى كمان يمكن مع مع بداية العملية شوفي حتى كمان في النتيجة الفعلية باين او انه هو قل في الحجم الحالة ولسه كمان احنا هنساعد الكلام ده نحن نلبس كورسيه بحيث هننضغط الجلد ان الجلد الوقتي لسه بعيد عن العضلات نفسه لعنى العضلات بالزبط محتاجين نحن نضغطه كويس عشان يدي الشيب النهائي وده اللي بيعتمد من لبس الكورسيه الحقيقة انت جوابت على كل اسئلة المشاهدين اللي بيعودوا يسألونا طول الوقت عليها وخصوصا في التقنية دي لان هي دي بتالي احدث حاجة وصلت في تقنية نحت الجسم او القواني اه طبعا طب قولي بقى مين اللي يقدر يستفيد منها ومين اللي تقول لها ماينفعش معاك يفايزر كويس ده السؤال مهم قوي الحقيقة احنا احنا يمكن قلنا شوية منهم واحنا بنشرح دلوقتي الناس اللي عندها سمنة موضعية لكن الوزن بتاعها معقول مدخلش في السمنة المفرطة ودي بتتحسب بمعادلات معينة بنحسب بيها معامل كتلة الوزن مش المفروض ان احنا نبقى نلهي نفسنا بحاجة زي كده دي بتتعمل في المركز عند الدكتور اللي يقدر يقول لنا احنا فين حال احنا سمنة مفرطة ولا احنا في الافرج لكن عندنا زيادات في بعض الاماكن صعب ان هي تنزل بالضايت وصعب تنزل بالرياضة عشان ساعات في ناس عشان تخسس منطقة معينة بتلاقي وشخص بتلاقي كل جسمها قل عشان ويمكن المنطقة دي نفسها مش راضية قل صح كده الزبطة غير النهاية كمان المنطقة ممكن كمان ما تقلش عشان كده احنا بنساعد الكلام ده بتقنية زي الفيزر ان احنا نتخلص من المنطقة دي في وجود جسم كويس يبقى اول حاجة ان يكون اصلا كويس معندوش سامنا مفرط تمام لازم يكون الستايل بتاع حياته صح يعني بيلعب برياضة وماشي على نظام صحي سليم عشان ما يفاجأش ان الدهون رجعت تاني يعني ممكن الدهون ترجع تاني طبعا لان هو دلوقتي احنا حديثا اكتشفنا ان الدهون دي صورة على الشاشة تحب حديث تعلق عليها اللي هي فيها اماكن تراقم الدهون في جسم الانسان هنا طبعا عشان نبقى متخيلين ان دي اشهر اماكن بتحتاج ليه النحت ودي اللي فيها السمنة الموضعية الاشخاص اللي عندهم سمنة الموضعية ممكن تبقى موجودة فيه منطقة اللغض الضهر الوسط الجناب الفخدين او المؤخرة كل دي مناطق فعلا بيبقى فيها شكوى من وجود السمنة الموضعية نرجع تاني على موضوع رجوع الدهون احنا اكتشفنا حديثا ان الدهون المتبقية تحت الجلد اللي احنا بنسيبها لانه لازم نسيب طبقة طبيعية من الدهون لان ده بيتبطن الجلد ممكن تزيد في الحجم مش العدد يعني لو حد لخبط بعد العملية عدد الخلايا الدهونية مش هيزيد ولكن حجم الخلايا الدهونية هي اللي هتكبر وبالتالي هتعوض اللي ايه اللي فقد منها ده حاجة الحاجة التانية احنا عندنا خلايا جزعية اكتشفنا حديثا ان هي موجودة في طبقات الدهون الخلايا الجزعية بتتحول للخلايا الدهونية بمنتهى السهولة وبالتالي يبقى احنا كمان عندنا مشكلة ان احنا ممكن نسيبها في العدد فيما بعد لو الخلايا الجزعية تحولت لدهون نضمن منين بقى ان ده ما يحصلش ان احنا نحافظ بعد العملية يعني رياضة يعني دايما نظام غزاي او لايك ستايل صح لازم اللي نقول لهم بقى ما ينفعلهمش طبعا اللي عندهم سمنها مفرطة اللي عندهم طب اللي عنده سمنها مفرطة وعايز برضو يعمل نحط القوام يخس الاول ياما بالضايت والرياضة ياما ببلونة المعدة ياما بعمليات التكميم او تحويل مصار وبعد كده نشوف التنسيق بتاع دكتوري التجميل هنعرف نعمل في ايه هل هنعمل فيه برضو الفيزر لو ما عندناش تراهولات ولا لو عندنا تراهولات شديدة هنا ما ينفعش الفيزر بقى لحنا قلنا الفيزر بيشد التراهولات الاقل من 50% لكن لو واحد خس بعد عمليات تكميم او خس جامد وعنده تراهولات شديدة في جلده هنا الفيزر مش مناسب اه بزبط لازم جراحات شد وجراحة الشد هنا جراحات صحيح فيها جروح ولكن الجروح بتتقفل بطريقة تجميلية بحيث ان الاصر بيخف تدريجيا ممكن ما يختفيش مية في المية ولكن هيكون في الاخر الشكل افضل من ان احنا نسيب نفسنا بالكرمشة والتراهولات الشديدة دي اكيد برضو في وكمان في حاجة انت قلتلي عليها واحنا ببرة قلتلي انه ممكن بتعمل جلسات على الستار اه بالليزر وبتضيعها طبعا يعني احنا الوقت عندنا كمان الليزر مفيد جدا لانهو بيخفف الجروح بشكل كبير جدا وبالتالي بيقلل ظهورها بالنسبة كبيرة برضو من الحالات اللي لا بتستفيدش من الفيزر ممكن اقول لها لأ من فلكيش فيزر واحدة ولدت كذا مرة والبطن متراهل لدرجة انها فيه سقوط في البطن عندها تانية جديدة في البطن هنا الفيزر لا يمكن هيشد البطن دي كلها ليه لان احنا عندنا عضلات متراهلة الفيزر مش هيفيد فيها حاجة وعندنا جلد زيادة الفيزر مش هيخفيه الفيزر ممكن يشيل دهون في الحالات اللي زي كده ولكن لا هيعمل حاجة في العضلات ولا في الجلد جبها هنا محتاجين لجراحة شد للبطن اللي هي التامي تاك ودي جراحة مشهورة جدا هنا هيستفيدوا منها اي فيه حالات تانية ما تستفيدش من الفيزر تلاقي راجل عنده كرش لما نيجي نكشف عليه نلاقي ان الدهون اللي موجودة تحت الجلد قليلة لكن فين الدهون الكتيرة جوه بطنه بنسميها السمنة الداخلية او سمنة الأحشاء بدي حل بتاعها ايه دي بدي حلها لا يمكن بالفيزر او الشفط لان انا كدكتور تجميل اللي يمكن ادخل بالتيوب بتاعت الشفط واشفط الخلايا من وسط الامعاء لان دي حاجة ده خلايا بالضبط فانا مسموح ليا ان انا اعمل شفط للدهون تحت الجلد هنا دولة مفيد لهم ان هو يعمل تمارين للبطن كويس يعمل دايت كويس وبعد كده لو حس ان هو فيه صعوبة ينقل على الخطوات التانية لطرق المساعدة زي البلون او التكمين لكن هنا مش ببقى مناسب لي ان هو يعمل شفط بالفيزر لان هو هيكتشف ان ساي الدهون الداخلية 80% واللي برا 20% لو عمل عملية هو بس صلح ال 20% اللي برا لكن لسه عنده 80% المشكلة اساسيا جوه اللي هي جوه وسط الاجهزة بقى اللي هي ما تقدرش تعملها حضرتك بالمية بالزبط يبقى معنا كده احنا مش بنروج ان الفيزر دا ينفع لكل الناس عشان دلوقتي بجد بقيت هزعل لما بشوف ان كل حد دلوقتي عايز يشتغل يقول فيزر لا الفيزر مفيد ولكن مش لكل الناس احنا النهاردة قلنا سمنة مفرطة ترهولات شديدة واحدة ولدت كتير واحدة عنده سمنة داخلية طب دولت ما ينفع لهمش فيزر فمنفعش نضحك عليهم نقول لهم ينفع لكم فيزر هو دا اللي انا عايز اقوله دا اللي انا عايز اقوله المصداقية دايما بتاعت الدكتور يعني دايما خليكي او خليك سليكتف جدا للدكتور اللي تحط فيه ثقتك اي حد هيجي تقوله انا عايز اعمل عملية بقى نحت بالفيزر هيقولك تعالى اتفضل ممكن قوي دا يحصل لكن الصح جدا ان الدكتور يقول لي امتى استعمل دا وامتى ما استعملوش دي المصداقية وان هو برضو عايز الامان بتاعك بالزبط هو الحقيقة الموضوع ليه كنترول من الطرفين كنترول طبعا من الدكتور نفسه لازم يبقى فيه حد فاصل ما ينفعش خلاص طب لو حد مصمم ايوه والطرف التاني بقى ان ما يبقاش حد وخصوصا الستات يعني اللي هو اعمل لي ارجوك يا دكتور ما عنديش حل اللي انت بندور على طرق تانية الاقناعي يعني مثلا هقول قصة واحدة جاية عندها طرهولات في بطنها بعد الولادة ودخلالي كده من على الباب دكتور بص انا عايز اعمل فيزر ما تقوليش جراحة لسه احنا لسه ما قلناش زيك يعني لسه بعدتش من على الباب بتقول كده يبقى دي من البداية هي جاية هي عارفة ان عندها مشكلة تراهولات وسامعت ان هي لازم تعمل شد بطن لكن هي رفض القصة من بابها ان هي تعمل فتح لي الجلد مش عايزة يقولوا مع بعض في النادي ويقولوا البعض ده انا عملت دوتا حلوة اوي نعمله لان ما كدبش عليك هو اي انسان برضو لما بيفكر فكرة جراحة وسكار اكيد طبعا هيعد يعني مش هياخدها بسهولة دورنا كجراحين تجميل ان احنا السكار ده ما يكونش ظاهر طيب هنا لازم لما عود معاها لازم اقنعها ان الفيزر مش هيبقى مفيد لازم اقنعها ان فعلا التامي تاك مفيدة لازم اقول لها ان لو خلاص الموضوع مقفول من بابه يبقى نرجع لوسيلة ما هو يا دكتور واقل بيخافوا قوي ان التامي تاك علشان الاسكار زي ما قلتلك الجرح اللي بيبقى باين مطرح العملية بس انت حلتها برضو الحمد لله انا عسألك سؤال يا جينا احنا نسيب نفسنا ببطن مترهلة ومكرمشة ولا بطن مظبوطة في وجود اسكار تحت البطن مفيش مقارنة يعني يعني ما نتحجكش دايما بالاسكار ليه لان اصلا شكلنا من غير اسكار وحش قوي يعني 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 ده من البطن المترهلة دي وحشة في اللبس وحشة من غير اللبس ما بتعرفش توطي يعني ففي حاجات كتير قوي بايزة لكن لو على اسكار احنا قلنا ان ممكن حتى لو مختفاش مية في المية ممكن نتعامل معا من خلال ليزر حاجات تقلله قوي وهو كده كده في منطقة مخفية اسفل البطن طيب العملية دي علشان نقوم منها ونشفى منها بتاخد وقت قدقي يعني نقدر ننزل الشغل او نخرج من المستشفى ونتحرك وكده قدقي كويس هي بتختلف حسب المنطقة يعني احنا نقول مثلا حد بيشفد بطنه بس دي منطقة واحدة في الغالب محتاج اجازة من 3 ل 5 ايام الـ 3 ل 5 ايام دي مش قاعد في السرير هو بتحرك في البيت عادي ولكن محتاجة راحة لان الراحة دي بتبقى فترة التعافي اللي هي بقى لسه فيه تورم بعد العملية شوية البطن بتبقى مشدودة مش عشان احنا عاملين حاجة في العضلات بس العضلة دايما الدهون لما بنشيلها من فوقها العضلة بتشد فبتبقى مشدودة بحاسس الاحساس اللي هو اول مرة يلعب جيم البطن مشدودة اه متكسر ايوه بزبطك لما بيجي بطي شوية بحاس ان فيه واجعة شوية في العضلات الكلام ده بياخد له من 3 ل 5 ايام فيه ناس الحقيقة اجسمها قوية فبتتعافها بسرعة يا تليه بعد يومين يقولك اقل من 30 اه بس مش كتير ده ممتاز اه فيه مش كتير ده بيعتمد على قوة الجسم ومناعة الجسم لكن الأفريج بحجم برضو العملية نفسها لو الجسم مشتخين قوي أو يعني بالزبط متوسط أو كده بالزبط بالزبط لو احنا بنعمل اكتر من منطقة هنا ممكن فترة المنقاها توصل لأسبوع لو بنعمل كل الجسم اللي نساعد فيه جسم نحيف أو يعني مفهوش زمنها الزيادات اللي موجودة فيه حاجات بسيطة فاحنا ممكن نلاقي ان من كل منطقة احنا بناخد كمية بسيطة من الدهون فاحنا اسمنا عملنا كل الجسم لكن احنا ما شفتناش الكمية المهولة هنا ده ممكن يبقى الموضوع يمتد ليه عشر تيام يبقى احنا بنقيم الموضوع فترة النقاها حسب احنا عملنا فين عملنا في منطقة واحدة منطقتين تلاتة الجسم كله هنا ده اللي بيخلينا يعني في فترة تبقى قليلة او تتوشي طب والبنج يا دكتور فيه ناس بتقولي لا انا خايفة من البنج كلي لا انا ايه البنج موضعي ولا كلي ولو في حتة واحدة مش في حتة كتير ايه كويس دي برضو نقطة نقطة برضو تقييمية مهمة جدا لان احنا متاح الاتنين موجودين بس لو حد هيعمل اكتر من منطقة البنج الموضعي صعب جدا ان هو يعمله لان هو ليه مدة معينة وبعد فترة ممكن يحس ولو حس طبعا هيبقى الآن والتوتر ده يتنقل للجراح فالعملية مش تبقى ظروفها كويسة يبقى هنا ده مناسب لي البنج كلي وفيه ناس خوافة يعني فيه ناس دكتور انا مش عايز شوف قط العمليات دي خالص او بني من بره ايه الدهوني من بره او بزر انا مش عايز فكونت شغال انا لو سمعت انتو بتقولوا البعض هاتلي مش عارف ايه هاتلي مقص ايه هابقى متوتر مش عايز اسمع الكلام ده اديني بنج كلي طيب وفيه ناس جاية تعمل لغض اه ممكن بنج موضعي جاية يعمل السدر وهو نفسه يعني لما نتكلم معاه ان ممكن تخلق ترعمليات عندك فكرة عن شكلنا واحنا بنبقى لابسين جوع ترعمليات الكشفات لازم اتنقش معه عشان اشوف مدى شجاعته في حاجة زي كده لو هو قلق يبقى قوله مناسب ليك تاخد مهدق ونوع ده نوع من انواع البنج الكلي يبقى هنا مفيش حاجة اسمها ايه البنج الموضعي بقى احدث من البنج الكلي الكلام ده غلط الكلام ده غلط تمام واللي بيقول كده يبقى معلش سوريا مش فاهم ليه يبقى معنا كده جراحة القلب بتتعام بميج الموضعي جراحة المخ والعصاب بتتعام بميج الموضعي الجراحات الصعبة الكبيرة دي كلها تتعام بميج الموضعي بقى لا ده البنج الكلي اصلا تطور بتطور رهيب جدا في تجهيزاته في كفاءة الناس اللي شغالة فامتا نقول البنج الكلي خطر لو احنا بنعمله في عيادة لو احنا بنعمله في مركز مش متخصص لو احنا ناخد بالنا ناخد بالنا من اللي بيقوله دكتور واقل كلنا ايه وكله علامات ولو معاني اه يعني يعني احنا البنج كلي مش خطر ولكن امتى يبقى خطر لو احنا بنعمله في مكان اصلا مش مجهس لو الدكتور اللي شغال البنج اصلا ما عندوش خبرة انت تشافت اني دكتور زغير لسه لسه ناي مثلا او حاجة محترامي ليهم ولكن ما عندوش خبرة ان هو يعمل حاجة زي كده فنخلي بانه هو ده زروف اللي ممكن تؤدي الى مشاكل لا وزي ما انا قلت الادام انا يعني سليكت في هنا ايه الدكتور بتاعي وزاة ثقة وزاة ثقة اللي مستطية ولي قيمة علمية كبيرة انت وثقت في الجراح هكون انا عندي امان نحيته وممكن اسيب له الموضوعه بالكامل ويبنجني من على الباب وخلاص انت وثقت في الجراح يبقى لازم تسق ان الجراح اختار دكتور تخدير شاطر على دكتور تخدير بتاعي ما بتغيرش يعني مش مثلا بشتغل السبت بقى دكتور مو فلان هو واحد معي هو واحد اللي انا عارف انا حاجة بتشتغل بانظام المنظومة يعني الزبط فريق العمل فريق العمل بتاعك كله برضو من ايه قوي وسليكت في ليه قوي الحمد لله انا بشكرك جدا لان اجاوبتني على كل الاسئلة ويمكن كنت من اسهل الدكاتر اللي انا عادت معيهم لان قبل ان بسأل السؤال حضرتك بتجاوبه بشكرك جدا لاضاح نقط كتيرة قوي في اكتر تقنية حديثة قوي في عملية الفيزر على المتشكل لك يا قوي جينا ربنا يخليك برسي جدا جدا يا دكتور واقل وبدعوك تكون ضيف معايا للفقرة الجاية كمان ان شاء الله يشرفني ان شاء الله بشكركم ويا رب تكونوا استفدتوا ويكون دكتور واقل غنم جاوب على كل الاسئلة اللي بتدور في دماغنا كلنا استنوني والفقرة الجاية اشتركوا في القناة